اشهد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات وأكد رئيس البرلمان العربي والوزيرة المصرية أن المرأة البحرينية حققت العديد من النجاحات على مختلف الصعد وأن المجلس الأعلى للمرأة حقق العديد من المنجزات الحضارية للمرأة البحرينية مما جعلها تتبوأ العديد من المناصب القيادية في مختلف المجالات جاء ذلك في ختام الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العربة التي أتت بعنوان دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات حيث كرم العسومي عددا من عضوات مجلسي شورى والنواب في مملكة البحرين وعددا من البرلمانيات العربيات المشاركات في الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العرب والتي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية